اكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان بلاده مهتمة باستقرار مصر وانعكاس ذلك على دول الجوار مضيفا موقف نائزاء سوريا متطابق واعلن وزير الخارجية الروسي الاتفاق مع القاهرة على استئناف عمل الخطوط الجوية الروسية لمصر شرط ضمان امن المواطنين الروس اقتحمت قوات الامن اليوم مناطق الجعفر والمثلث الذهبي بالقليوبية حيث قتل محمود البالغ من العمر واحدا وثلاثين عاما وشهرته كوريا مسجل خطر والمتهم الرئيس في قتل المقدم مصطفى لطفي رئيس مباحث شبرى في تبادل لاطلاق النار مع قوات الشرطة قدت محكمة جنح مستأنف اكتوبر ببراءة المهندس حمد الفخراني من التهمة الاولى الخاصة بالابتزاز وتأييد حكم حبسه سنتين عن التهمة الثانية والخاصة باستغلال النفوذ حيث كانت مباحث الاموال العامة القت القبض على الفخراني في فيلا بمنطقة الشيخ زايد بكتوبر بتهمة تقاضي مليون جنيه من اصل خمسة ملايين كشفت اسرة مجد الشيخ احد المصريين المختطفين في ليبيا الافراج عنه مع اربعة عشر مصريا اخرين بعد تدخل السلطات المصرية مشيرة في تصريحات الى ان الجميع في طريقهم للعودة الى ارض الوطن وكان الشيخ الذي يعمل مقاولا مع اربعة عشر مصريا اخرين تم اختطافهم على يد جماعات مسلحة داخل الاراضي الليبية الى ان تم الافراج عنهم تعدى نقاش في الشرقية بالضرب المبرح على طفله ابن الثلاث سنوات صباح اليوم لمعاقبته على تبوله اثناء نومه على السرير ولم يترك طفله الا جثة هامدة وتم اختار نيابة بيلبيس لمباشرة التحقيقات قررت محكمة جنيات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرى تجديد حبس الداعية السلفية الشيخ محمود شعبان وثلاثة وعشرين اخرين خمسة واربعين يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتحريض على العنف ومناهضة الدولة بالتعاون مع الجبهة السلفية في المظاهرات التي تم التحضير لها يوم الثامن والعشرين من نوفمبر من العام قبل الماضي عقبت دائرة ارهاب الشرقية المنعقدة بمحكمة بيلبيس الشاب عبدالله محمد خليل المتهم بالتواصل مع تنظيم داعش من خلال الانترنت بالسجن المؤبد لانه في يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير لعام 2014 سعى للتواصل مع عصابة يوجد مقرها خارج البلاد تنظيم داعش من خلال تواصله مع كوادرها من خلال موقع الفيسبوك وشبكة المعلومات الدولية الانترنت لتكوينه خلية عنقودية ارهابية وصناعة المتفجرات تمهيدا لتنفيذ مخططهم العدائي وتعطيل احكام الدستور والقوانين والاضرار بالوحدة الوطنية تلقى مدير امن البحيرة اختارا من رئيس مدينة واد النطرون بوقوع حادث تصادم بالكيلو مئة وثين اسفل كبر العالمين تجاه الاسكندرية اسفر عن مصرع سبعة اشخاص جميعهم من اسرة واحدة كانوا في طريقهم لمطار برج العرب لتوصيل نجلتهم لاداء العمرة وتم نقل المصابة والجثث لمستشفى جراحات اليوم الواحد وجاء تحرير محضر بالواقعة انتهى خبراء المفرقعات بالجيزة صباح اليوم من عمليات فحص جسم غريب عثر عليها امام سور جامعة اكتوبر وتبين انها عبوة تنهي كالية عبارة عن ثلاثة مواسير بلاستيك ملفوفة بشريط لحام وتيمر ولا توجد به اي مواد مفرقعة وبذلك يكون البلاغ سلبيا استشهد المقدم شريف محمد عمر نجل محمد عمر مدير الكرة السابق بناد الاتحاد السكندري ونجل شقيقة شوق غريب المدير الفني لناد الانتاج الحربي اثناء تأديته لعمله بسيناء اليوم كان محمد عمر قد تلقى نبأ استشهاد نجله بصدمة بلغة حيث يعد الضابط الابن الاكبر لمحمد عمر وتوجه عمر الى مدينة الاسكندرية لاستقبال جثمان الشهيد واداء صلاة الجنازة وتلقي العزاء كشفت صحيفة يدعو تحرنوت الاسرائيلية النقابة عن انه في نهاية العام الجاري وبداية عام الفين وسبعة عشر سيبدأ العمل رسميا بمطار رامون الواقع بمدينة الات بهدف تنشيط السياحة بالمدينة المطلة على البحر الاحمر واضحت الصحيفة انه من المتوقع ان يكون المطار الجديد بديلا عن مطار بنجورين في اوقات الحروب نشر فيديو لبعض جماهير فريق اندي هوفن المسافرين لمؤازرة فريقهم بالمباراة التي جمعت بينهم وبين فريق اتلاتيكو مادريد يوضح الفيديو قيامهم قبل بداية اللقاء برمي بعض النقود على الارض في حالة من السخرية والاستهزاء بلاقيئين عرب اثناء تجمعهم حولها لالتقاطها ناشدت الممثلة الامريكية انجلينا جولي ببذل المزيد من الجهد لانهاء الحرب في سوريا المستمرة منذ خمس سنوات وبحسب فضائية روسيا اليوم قالت انجلينا خطابا عن الحرب واللاقيئين خلال زيارتها لمنطقة البقاع اللبنانية في مباراة بالدور القنغولي بين فريقي دارينج موتينبا وضيفه دوفي النوار قامت مجموعة غاضبة من الجماهير باقتحام الملعب للاعتداء على الحكم رغم ان اللقاء انتهى بالتعادل السلبي وبدأت الاحداث المؤسفة عندما نزلت جماهير موتينبا الى ارض الملعب وتوجهوا للحكم للانتقام من قراراته الغريبة ولم ينجح رجال الامن في انقاذ الحكم خلال الوقت المناسب ولم تتركه الجماهير الا بعد ان افرغوا فيه شحنة الغضب تماما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرسد قيام طبيبة صينية بالاعتداء بالضرب بقصوة على مريضة اثناء تجهيزها لعملية جراحية ويظهر الفيديو الطبيبة وهي توجه عدة لكمات للمريضة لتهدئتها قبل العملية في مرحلة ما من الحياة يتعثر الجميع لكن قوي الارادة هو من يملك الجرأة والقوة ليقوم ويكمل طريقه مرة اخرى وهو من طبق على فتاة كانت في مسابقة جري وقفز للحواجز على الماء لكنها تعرقلت بشيء ما جعلها تسقط رأسا على عقب على الحاجز ومن ثم في الماء في مشهد مؤلم ومحرق